الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريمات والمراهم المضادات الحيوية ليست نجسة بل هي مواد كيميائية تستخدم للعلاج والتداوي بمثل هذه الكريمات مباح ولا ينجس الجسد ولا الثياب فإذا كان الجلد يتشرب هذا الكريم أو المرهم ولا يبقى له طبقة تحول بين وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فلا حرج لأن من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى البشرة أما إذا كان لهذه الكريمات طبقة تحول بين وصول الماء إلى البشرة فهي تبطل الوضوء ويجب إزالتها أو تدليك موضع الجسد الذي وضع عليه المرهم أو الكريم حتى يتشربه ولا يبقى له أثر يحول بينه وبين وصول الماء ولا حرج على المريض أن يضعه بعد الوضوء ويصلي به وقد ذكر الفقهاء أن من شروط صحة الطهارة وصول الماء إلى البشرة من أعضاء الوضوء وإلا فسد وبناء عليه فساد الصلاة لفساد الوضوء روى أصحاب السنن عن لقيت بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما والإسباغ هو الإتمام والإكمال والاستيعاب وروا أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لم عدت قدر الدرهم لم يصبها الماء يعني بقعة صغيرة مثل الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة هذا والله تعالى أعلم